يستمر التحرك الدولي على خط أزمة المهاجرين على حدود بولندا وبيلاروسيا واشنطن تسير على خطى الاتحاد الأوروبي وتعلن أنها تعد عقوبات جديدة ضد بيلاروسيا بالتنسيق مع بروكسل ردا على الاستغلال غير الإنساني للمهاجرين الاتحاد الأوروبي أعلن عن عقوبات جديدة يمكن أن تنطبق على الوضع في بيلاروسيا نحن أيضا نعد عقوبات بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والشركاء والحلفاء الآخرين الذين سيستمرون في تحميل نظام لوكاشينكو المسؤولية عن هجماته المستمرة على الديمقراطية وحقوق الإنسان والأعرف الدولية بالمقابل تتحرك جهود دولية أخرى في اتجاه حل الأزمة ديبلوماسيا إذ أعلنت باريس عن اتفاق بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي بلاديمير بوتين على خفض التصعيد في أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية البولندية وعلى الأرض أعلنت بولندا عزمها إنشاء جدار على طول حدودها مع بيلاروسيا لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين وتتهم الحكومة الغربية رئيس بيلاروسيا أليكساندر لوكاشينكو باستدراج المهاجرين إلى بلاده وإرسالهم للعبور إلى الاتحاد الأوروبي ردا على العقوبة الأوروبية المفروضة على مينسك فيما ينفي لوكاشينكو هذه الاتهامات ويلقي باللوم على الغرب مؤكدا في أكثر من مناسبة أنه يريد تجنب أن تتحول أزمة المهاجرين إلى مواجهة وأن مينسك تعمل على إعادة المهاجرين العالقين عند الحدود مع بولندا ويحاول مئات المهاجرين العبور من بيلاروسيا إلى بولندا منذ أشهر لكن التوتر ازداد الأسبوع الماضي بعدما صد حرس الحدود في بولندا محاولة منسقة القيام بذلك